ومعنا هنا في الستوديو مدير عام مؤسسة التدريب المهنية سيد زياد عبيدات أهلا بك سيد زياد سيد زياد بالبداية إقبال هذا العام على البرامج التدريبية لديكم ما هي أبرز هذه البرامج؟ سيد العزيز السنهائي دعونا نقول المرحلة الأولى من العملية التسجيل اللي عادة بتتم بين الشهر الثامن والشهر التاسع كان الإقبال في نسبة نمو عن المرحلة السنوات السابقة من نسبة بين 20 إلى 25% وهذا يدل أنه أهمية برامج التدريب المهني وأهمية التحاق الشباب وإيجاد فرص عمل لهم إحنا طبعا من خلال معاهدنا المنتشرة اللي حوالي 43 منتشرة جغرافيين في كافة مواقع المملكة عندنا مجموعة من الاغتصاصات إحنا نغطي تقريبا كافة القطاعات التنموية سواء كانت صناعية، السياحة خلينا نقول قطاع الفنادق، قطاع المخابز، قطاع صناعة الحلويات قطاع سيارات سيارات، هايبرد بأنواحها، اللحام، الحديد، الألمنيوم، التكيف، التبريد يعني مجموعة عديدة من المهن اللي إحنا منغطيها في مواسطة تدريب المهني واللي هي حاليا ملتحق فيها شبابنا إن شاء الله نعم سيارات تحدث عن عدة برامج تدريبية لعدة تخصصات لكن كيف يتم الموائمة ما بين هذه التخصصات وسوق العمل؟ سيد العزيز إحنا أصلا لما نفتح أي برنامج مختص في أي منطقة نحن نقوم بدراسة السوق ونشوف مدى احتياجات سوق العمل لهذا الاختصاص والذي على أساسه نحن نتخذ القرار في إنشاء مشغل وبنفس الوقت فتح اختصاص في هذه المنطقة ما بدأنا بشكل مثالي أنه كافة برامجنا هي متوائمة مع سوق العمل ولكن بدأنا في المرحلة الأخيرة بدراسة معمقة نأخذ بعين الاعتبار ما هي متطلبات سوق العمل ما هي متطلبات أصحاب العمل نوائم ما بين برامجنا والاختصاصات مع سوق العمل لأنه إحنا بهمنا خريجنا أن يكون متمكن لديه المهارات الكاملة المتوائمة مع سوق العمل ضمن متطلبات خلينا نقول فئات أصحاب العمل بحيث يجد فرصة عمل لائقة له نعم سيد زياد يعني المؤسسة تدريب المهني هل تساعد من ينهي البرنامج التدريبي لسوق العمل تساعدهم في التوظيف لربما نعم لأنه مؤسسة تدريب المهني هي مش بس تدريب نظري هناك تدريب عملي في الميدان وهو يعني يستهلك حوالي خمسين بالمئة من ساعات تدريب فلذلك التشبيك يتم من خلال مؤسسة تدريب المهني ما بين المتدرب وما بين مراكز التدريب الميدانية اللي هي معظمها خلينا نقول مصانع فنادق وغيرها فلذلك هنا فرصة يستطيع أن يكون المتدرب إيجاد فرصة عمل دائما والتشبيك مع صاحب العمل نعم يعني هناك فرص تقدمها أيضا المؤسسة نعم نحن فيه تنسيق عالي جدا مع وزارة العمل لأن وزارة العمل كمان هي من الجهات اللي هي مشغلة واللي هي بتوقع الاتفاقيات فلذلك هناك نوع من التعاون والتنسيق ما بينه وبين وزارة العمل بحيث خريجين أيضا مؤسسة تدريب المهني يكون لهم فرص عمل ضمن الاتفاقيات التي توقحها وزارة العمل مع أصحاب العمل في المواقع المختلفة طيب سيد زياد يعني بصراحة من خلال تجاربكم السابقة من ينهي تدريبه يعني فرص العمل لديهم كيف سيد العزيز إحنا من خلال متابعتنا لخريجينا خلال السنوات السابقة واللي هو عندنا نظام متابعة الخريجين وجدنا أنه تقريبا بالمعدل 70% من خريجينا بيشتغل في سوق العمل ونما نقول إحنا 70% معناته هو مشترك في الضمان الاجتماعي لأنه مشكلة الخريجين بيشتغلوا لازم يشترك في الضمان الاجتماعي لأنه هناك بعض الناس ما بيشترك في الضمان الاجتماعي لكن أنا أكاد أن أجزب أن 70% هم بيشتغلوا ولهم رقم في الضمان الاجتماعي هناك بعض الاختصاصات الموجودة في مؤسسة الدريب المهني ووصل نسبة التشغيل فيها تقريباً 90-95% لذلك دعونا نقول وهذا الشيء نطمح إليه في المرحلة القادمة أن ندخل اختصاصات جديدة خاصة لمواكبة العصر لمواكبة التكنولوجيا تهم سوق العمل تهم أصحاب العمل تهم الباحثين عن العمل وإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في عملية إعجاد مخرجات تدريب مهني مهمة تواكب المتطلبات الموجودة في السوق فلذلك المتدرب سيكون لديه مهارات متميزة في المرحلة القادمة إن شاء الله وهذه خطتنا واليوم كان في عندنا اجتماع مجلس إدارة ومن ضمن الخطط أيضاً سيد زياد تحدثنا عنها الخطط المستقبلية أيضاً للمؤسسة سيد العزيز اليوم كان عندنا اجتماع مجلس إدارة وهو ناقشنا فيه كافة القضايا وهناك الجوانب التي من شأنها أن ترفع من مستوى التدريب المهني وبنفس الوقت أن تعزز الشراكة مع القطاع الخاص نحن فتحنا حوار كبير مع غرف الصناعة مع أصحاب العمل مع نقابات أصحاب العمل لنرى ما هي متطلباتهم ما هي البرامج التي يريدونها ما هو التدريب الذين توقعون من تدريب المهني وهناك تعديلات إن شاء الله وتغير سيكون واضح في المرحلة القادمة نعم إذن مدير عام مؤسس تدريب المهني سيد زياد عبيدات شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا